كيف تعبث الدولة وكيف تحابي ربعها أعطيكم على سبيل المثال حدث هذه الأيام يحدث هذه الليالي يحدث هيئة الزراعة هيئة الزراعة أنتم تعرفون أن صارت المزارع للترضيات وتكلمنا وطلعنا وتكلمنا وكشفنا بالوثائق والحمد لله يعني الأمر توقف وأحيل لجنة التحقيق وكذا هيئة الزراعة قالت بنوقف توزيع مزارع نوقفها إلى أن ننتهي من التحقيق شي صار الديوان الأميري الذي يتكرر اسمه يوم بعد يوم وكل ما جبنا سيرة دوان الأميري لازم فيه مخالفات ولازم فيه شبهات ولازم فيه بلاء ويمتلتلة شي صار الديوان الأميري يمتلك أراضي يوزعها يقسمها ويعطيها منح منح للمستحقين المستحقين شي صار دوان الأميري عنده فورمة مكتوب فيها يمنح لي السيد خط ومترك اسمه فاضي تعبي عدد فلان 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 أرض بمساحة خط تعبيتها خمسين ألف متر مئة ألف متر عدد اللي هو في المنطقة الواقعة كذا أحداثيتها كذا يأخذها الواحد منه الآن هذا اللي قاعد يحصل اليوم وأمس وقبل أمس وراح يحصل بكرة هذه اللحظات يحدث لأنه ما يصير إلا في الليل ما يسوون شغلهم في النهار غالبية شغلهم في الليل وبعد شيء بيشوف الفيديو تعطى هذه الوثيقة لواحد من ربعهم كترضية كما تعرفون وكهدايا كمنح فيش يسوي يروح يأخذ هذه ويروح يطلع لفلبيني من داخل هيئة الزراعة فلبيني مساح يشتغل في المساحة وعنده الجهاز اللي يحدد يطلعونه بالليل بالطريقة اللي يشوفونها بالطريقة اللي يتعرفونها يروح بالليل وشي يسوي يقعد يحددهم الحدود لازم بالليل وفوضى على كيف 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 نشوف الفيديو هذه بالنهار واحد من الغيورين راح وصورها هذه جديدة توها فرش توها طازجة توها يعني بيومين ثلاثة الصور هذه صورناها اليوم لشبوك مع أنه واقف التوزيع الديوان الأميري قاعد يوزع لناس يختارهم هذه عقب ما يوزعون يحطون الزوايا العمال يبنون الصبح بس التقسيم والترسيم والتحديد يكون بالليل شوفوا يقولون لنا وقفنا التوزيع اللي حين انتهى لجنة التحقيق وشوف شكاعد يصير هذه الأعمدة إلى الآن ما صار عليها شبك ما ركبوه بيركبونا هذه تصوير اليوم للأربعة أيام الخمسة أيام اللي طافت طاحوا عليهم الغيورين وكلمونا وهاتفون وقالوا يا جماعة لحقوا ترى الناس شغالين واسألوا العمال الموجودين قالوا هذه توا جديدة شوف 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 هذه الدوال الأميري يقسم ما تشوفون الناس بعضهم يطلع لكم يكافح ويدافع دفاع مستمير هذا التخطيط هذا اللي حطوا الأعمدة على الزوايا شوفها هذا فلخ يوم شاف التصوير انحاش يوم شاف التصوير ما تشوفوا ما تشوفوا الناس يقاتلون دفاعا عنهم هذا يقول جاين شاديش مخصرة ونعالج لكم الله نجدية ومعهم الريالات وهذاك يقول يعطون الواحد مش عارف كم بلاهم غرقوهم بالفلوس غرقوهم هذه الدولة اللي نقول الناس ليش غاضبة حنا قاعدين نشرح لمن متردد الآن أو للخارج للناس اللي تابعون بره اللي يقولون يا ناس انتوا في الكويت غضبانين وزعلانين تبون تطرعون حنا نقول لكم الأسباب هذه واحدة ترجمة نانسي قنقر